السلام عليكم المعتقدات إخوصات وصيدة التطور هي المعتقدات بداخلنا مثلا المعلمات وصيدة التطور دائما يحاول أنه يطيهم معرفة وبالتالي يغير النغية الخاصية بداخلهم يحولها إلى بالتالي هذا يت superficишь على التطور نفس الشيء بالنسبة للبيدياترق أو بالنسبة للأطفال فالنسبة للأطفال للأطفال وبالتالي سنعكس على البيهيور مالتهم أن أحصل عقد البيهيور هذا الشيء سأحصلها عن طريق الكمنيكيشن الكمنكيشن سيكون مع الكمنكيش ومعه مجلل بثيتيات ديني ديني تدريد المنكيشن هذا سيكون معنوكيشة سيكون من المفاوضة كبيرة انتكون مجلل بثيتيات سيكون معاوة ورضها ودرسن مجلل بثيتيات ومجلل بثيتيات وأقدر أوصل للمعلومات اللي أنا أحتاج أن أوصل لها وبالتالي نقطة الثالثة أنه أنا أحصل حتى على الكواليتي مو بس أشتغل لأ وإنما وديكواليتي أربعة تنسي قلنا كومنيكيشن وأنه أني أرفع وإنما أحصل على الكواليتي بالشغل مالتنا هذا الهدف أنه من البيهيوير مناجمنت وأنه ما بين الدنتس والبارنت إضافة إلى يعني من رح أغير الأتتتوت مات هاي أخلي الهيائلة للمستقبل من نغيرها هاي بعض رح تبقوية نجي هسا على الفنتمنتلز أو البيهيوير مناجمنت أساسيات البيهيوير مناجمنت واحد نفس البيهيوير مناجمنت نفس البيهيوير مناجمنت إذا أكو مثلا من يشوفهم يجي أنهم اعتبر أنه هو مجرد شغل ويمشي وما بين من أنه يكون تيم ثاني لا يعني أكو تشوف بالشغل أنه بيناتهم يكونوا متفقين أكو مثلا حب للشغل بالموضوع هذا الشي نحس يعني ورفلكت حتى يعني هو الطفل نفسه والبارنس يحسونه بهذا الشي فأذن أول شي بالنسبة للفندمنتلز أو البيهيوير مناجمنت هو التيم أتتوت ثني الورجنزيش تنظيم البوزيتف أبروتش تكون نظرة بوزيتف لي للأمور اكي التراثفلنس الصراحة والحقيقة وهذه أيضا المهمة بالشغل توليرانس and flexibility أنها يكون عندها طاقة من التحمل وبنفس الوقت عندها مرونة بالتعامل professional's goal is to promote positive dental attitudes هايحنا ذكرنا هذا الشي and improve the dental health of society logically children are keys to the futures هو فعلا هذا الشي أنهم هما أنت رح يعني هما يعتبرون الأطفال يعني keys بالنسبة للـ future since childhood experience play an important rules informing the adult behavior من هما وطفل إذا حب الموضوع أنه dentistry حب التعامل with the dentist رح ينعكس رح تبقوية أو ينعكس من الـ behavior ماتة حتى بالـ adulthood بحيث بحيث أن هذا يقول أنه this will help in development of a proper oral health attitude among individuals throughout life زين نجي على major difference شنو ما بين the treatment of children and the treatment of adults الدفرنس بين آتم هو relationship شون الـ relationship لأن نحن من التعامل ويا الـ adults عدي one to one relationship يعني بين dentist وما بين patient relationship بينما التعامل ويا children رح يكون one to two relationship dentist والpatient اللي هو البيض and the parents or the caregiver أوكي فعنتي هنا لثلاث محاور بحيث يكون like triangle triangle a child يكون at the head of the triangle وال dentist and the family ليش يكون دائما هو top of triangle child لأنه هو يأخذ الattention زين الاهتمام والدينتست والفاميلي أيضا هذه الهتمام تعلم as the pediatric dentistry treatment triangle أوكي وبما أنه نحن عايشين ضمن society ضمن مجتمع فهذه العلاقة اللي تكون ما بين child والدينتست والفاميلي تكون محاطة وتأثر عليها from external influences اللي هو so it will be this triangle is encircled by society كل محاط بالمجتمع بحيث يأثر المجتمع يأثر على behaviors my child يأثر على حتى parents ويأثر حتى الدينتست شون يأثر على الدينتست لأنه management method لازم تكون accepted by society بحيث أنه ممكن هذه factors influencing treatment modalities حسب المجتمع يمكن الدينتست يسوي modalities ل treatment ذكرنا أنه child يجب على apex لأنه ما يأثر attention مالبوث الفاميلي والدينتل team من الدرجة الأساسية بالنسبة للبارنس الذي أثر على child attitude هي mother attitudes تأثر عليه غالبا mother تأثر حتى أكثر من father attitude my child ممكن تأثر positively وممكن negatively حسب هي attitude مالتها أساسا بما أنه كل شخص يعني يكون متعرض ل changes تغيرات بالpersonality ماتة لذلك العلاقة ما بين child وما بين dentists وما بين parents تكون علاقة راح تكون within dynamic relationship بحيث أنه الarows placed موجودة في المحاضرة مرسوم هذا triangle ورح يشوفون أنه هناك arows تكون موضوعة بشكل reciprocal لماذا reciprocal لأنه this dynamic relationship كل person يمكن تغير معتقدات ويتغير به ويتأثر على relations relations other says that the relations is four-way process مو بس ثلاثة أربعة أنه dentist والبایشن 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 والدينتال والبایشن أيضا يأثر علي عموما أنه هذه البروزس start before patient arrival and involve شون الأشياء التي تأثر العلم يعني هذه الbehavior management أنه أنا شون يعني أقدر تعمل child عن طريق الديالوج voice tone facial expressions body language touch touch بالنسبة to children is so important يعني أحيانا مثلا يفوت للpatients هو والبایشن مات فأول ما أستقبل صراحة رأسا أنزم إيده بالطفل هو خايف وكذا فألزم إيده ما بينما أنه الفضر يحج طول الفترة أو مثلا ما دار طول الفترة أنا لازم إيده للطفل فمن أرجع علي وأباو الطفل ألقائنا وهو نتغير يعني الخوف الفيرز اللي دخل البيئة قل آي طبعا نحتشي غالبا للأطفال اللي يكونون يعني نتنى نعتبرهم normal normal children فبحث أنه رأسا يعني من أحد شوية open your mouth كذا رح يبدي تجاوب ويا مهارات الأطفال أكفت توقعات عليها زين based upon تعتمد هذا الشيء على الكرونيولوجيكال age زين يعني أنه مثلا من يفوت طفل عمره 9 سنوات وطفل ثاني عمره مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات فيصير بالنا أنه فات expectations عن البيئيور ما لكل طفل من عندهم أنه هذا صغير رح يكون cooperative فعلا يعني نقولها وأقول لا هذا كبير ممكن يكون cooperative البراكتيشنارز أنه must assess the individual child understanding لازم هو يقيم مفهوم الطفل يحتي ويا يسوي communication ويا communication with family من راح أحتي ويا أشوف الاندرستاندنج مع الطفل أكو أمور تأثر لي علي مثلا differences in genetics genetics يأثر personality مع الطفل experiences هل أنه مارد تجارب دنتلي قبل أو شايف قدام أو لا زين كل هذه مثلا كلها تأثر على الbehaveiors مع الطفل هل أنه هو social يعني social child engage with his surroundings مثلا أو لا هاي الأمور يعني لازم إحنا نقيم عن طريق communication if influences are in harmony هاي التأثيرات إذا إجدتي بشكل متجانس وبشكل لطيف علي بالتالي رح يطينا good behavior بس إذا لا والله يعني شفنا يعني هذه التأثيرات كانت سلبية عليه فبالتالي رح أتوقع behavior problem are almost sure يعني behavior smart رح يكون negative شي المهم أنه للم practical interactions with the child أنه لازم يتذكر remembering that each child is unique and exists in the family context of family كل طفل إلى شخصيته كل طفل يختلف عن الثاني لازم نخليه دائما باعتبارنا كل طفل عايش within family ضمن هذا المجتمع الصغير family اللي ممكن يكون لهم تأثيرات كبيرة عليه نجح child development study the study of all human development from conception through young adulthood it is not physical growth يعني موضوع child development يعني ما اقيس فقط على انه الطفل يطول او يزداد بحجم يعني increase in size لا it is sequential من اقول كلمة development sequential unfolding that involved changed in هاي التغيرات تكون تغيرات تكون بالsize وبالشيب my child وبالfunctions structures or skull حتى المهارات ماتة رح تبدي تطور الميجر area of development are عندي physical واحد physical developments هاي واحد اثنين عندي social ثلاثة mental development اللي هو intellectual development هاي هاي الميجر area of development الفيزي development اللي هي التغيرات اللي تكون occurs with age physically physically زين الفيزي total physical growth of the child التغيرات اللي تحدث عليه زين like children's size strength الموتور co-ordinations الفانكشن of body system because child's physical development is relatively independent physical developments my children زين نسبيا تكون independent مستقلة عن other major area of developments يعني شنون وأنه مثلا child's co-ordinations cannot be judged by physical size مختصر الموضوع أعطيكم for example مثلا من أشوف طفل يعني مثلا طويل أشوف وكذا وواحد ثاني قصير أو فمثلا أتوقع حسب يعني ما أقدر أني أتوقع co-ordinations على size so child's co-ordination cannot be judged by physical size and physical strength is not related to dental developments مثلا يعني مثلا مو أشوف يعني كبير أتوقع أنه dental developments مات كلها يعني finished أو ممكن لا ما العلاقة same she independent يكون physical development يكون independent of other major area of developments يعني physically مثلا يكون developed بس mentally undeveloped physically developed بس coordination ما حصلت من عنده physically developed بس dentally undeveloped a child is unique and may develop at varying rate relative to their same age peers ومو شرط أنه هم بنفس العمر كلهم يكونون يعني development مالتهم نفس الشيء يختلف هذا الشيء الطفل يكون unique يختلف عن أقرانه نوع لنا for examples one child may present with strong motor skills but less will develop language يعني يشوف طفل يمشي بس بعد ما يحطش طفل آخر ويا بنفس العمر بدأ يحطش هو بعد ما ماشي ماشي نحن نحن على typical personality characteristics محدديها على الage رح نحن حسب الage groups الage و related لل psychosocial و related to skills حسب الage رح نحن يعني psychologically والمهار skills مثلا بعمر سنتين ششوف علي الطفل بهالعمر يكون very attached to parents كل ش متعلق بال يعني بالأم وبالأب بالparents مات و يحب الاشياء انه يتعرف علي هالشي من see and touch يشوف وحبي انه يلزم يلمس يتعرف علي زين بهالعمر يبدأ الطفل يحب النسب الموتور سيسكل يحب الرنين الجوم زين وبنفس الوقت يكون early sentence formation البوكابيولاري تكون limited انته يعني الكلام تكون limited بعد سنتين استودع يتكلم وبهالعمر يحبون انه يلعبون وحدهم و and become interested in self help skills المهارات مالتهم ايضا يعني يهتمون بالاشياء اللي يساووها وحدهم ما يحتاجون بيه يعني شخص ثاني او مثلا group عمر ثلاث سنوات رح يكونوا less egocentric less egocentric egocentric يعني يعني ما عدوا ماذا الغرور بعض الطفل على براته يحب يستعمل كلمات مثلا please عنده very active imaginations like stories يبدي يحتي يسرت قصص بهالعمر عنده imaginations واسع وبهذا العمر ايضا بعد رمين close to parents و بعمر الاربع سنوات رح يبدي يستعرض يستعرض الpower معتا tries to impose powers يبدي participate in small social groups وهذا يعني خصوصا هالعمر يكونون بعمر الروضة فبهال مرحلة رح يبدي يلعب زين فيكون يلعب بطريقة small social groups انا ايضا رح يبدي يظهر فالي رح يبدي يطلع وكذا وايضا عند independent self-help skills بهالعمر رح يتعلم يقول thank you and also please بعمر عفوا الخمس سنوات الطفل بهالعمر رح يكون under periods of consolidation مرحلة الاعتداد بالنفس هاي خمس سنوات يعني دراك رح يزيد فرح يبدي take pride in positions يبدي فخور بالاشياء اللي يملك هش فان شنو عندي شنو من العاب من كذا رح يبدي يتخلى عن الاشياء اللي كان تعتبر بالنسبة الى comfort objects بعض الاطفال يكونوا متعلقين بلانكت أو بالثمب مالتهم قسم وين ما يروح وين ياخذين البطانية وياهم ما يتخلون عنها ف بهالعمر ذي بلاي cooperatively with peers حيبدي يلعب مجامع وبطريقة تكون cooperatively from these data كل هاللي شرحنا انه two piece of information about developments milestones مع عالم التطور are derived عندي نقطتين رح تعرفون على فشي اسمه average age و normal range اولا average age at which a child acquires particular skulls يعني معدل عمري معين رح يبدي الطفل يكتسب مهارة معينة وعندي normal range فشنو of age at which a skill is acquired انه هاي المهارة تكتسب الفرق ما بين average و normal range ال average لو نطي example يعني مثلا نقول شنو average age انه for eruptions of anterior permanent ال average age هو عمر 6 سنوات بينما من نقول what's the normal range range رح يكون ما بين ال 6 الى ال 9 سنوات ال range رح يكون اوسع يعني اذا ما طلع بال6 ممكن يطلع بال7 او يطلع بال8 سنوات بس من يسأل على average age هو عمر معين معدل العمري ال 9 تاست تاست مع عملي ك ك عملي المهام يعني ال التاست المهام التي طيها الدينتس لل ال بيديو للشايلد ايضا تعتمد على ال التاست و بها عملي ك مثلا نطي example حتى تكون اسهل لكم مثلا من اريد انطي التاسك of flossing للشلد انطي اقول لا بيا عمر اقدر انه اقول لا سوي flossing عندي فد range اللي يكون من 9 الى 12 سنة so it is there's a wide performance range knowing the general development principle remind the clinician to consider the ability or readiness of the individual to perform a given task فاذا تعتمد على development small tip النقطة الثانية قلنا عليها هي social development اش تشمل social development تشمل interpersonal relationship يعني الانتر الانتر يابينية interpersonal relationship يعني العلاقات مع الاخرين مع الاشخاص الاخرين هو social الاخرين فاذا اول شي علاقات والاخرين and independent functioning skills ومهارات الوظيفية المستقلة بما معنى انه الطفل كل ما يكبر رح يكون اقل حاجة طبعا للبارنس فراح يقوم يكون ما رح يقوم يعتمد عليهم يعني independent يكون مستقل من هو صغير ما يقدر يسوي brushing for their teeth يعني ما يقدر ما يقدرون هاي الاطفال الصغار ما يعرفون يسون brushing يعتمد totally على parents زين فكل ما رح يكبر بعد ما رح يحتاج لل parents يعني هاي social اللي رح تقل عندها اتمنى يعني وصلت الفكرة مطينا مثال على infants يقول for their survivals infants are dependent on other clothes feeds and nurtures them يعني يعتمد على others بها الاشياء for their survivals بعد كاتب هنا على انه this means as the child grows and disabled to care for himself against social انت شرحت لكم اياها قلنا انه كل ما رح يكبر الطفل بالتالي رح يقل الاعتماد على الاهل بالنسبة عندين تالي عمل اعرف نفس الشيء هذا العمر هو صغير طبعاً. فرعاً هنا مطينا هو small child more dependent on his parent. The mother خصوصاً the mother. But as he grows up, became socially independent. كل ما يكبر، كل ما يحتاجه. الـ development الآخر اللي هو الـ intellectual developments or the mental developments. هنا هذه طبعاً مطينا عدها بها فالكوتنس معادلة بهذا الموضوع. وهي الـ method that he employed the quantified mental abilities in relation to chronological age. هذا اللي تزيقون سبت اي كيو intelligence كوتنس. هذي شونت نحسب الـ intelligence كوتنس عن طريق مهام من طيفة task examining للطفل مثلاً يشوفون memory mat يشوفون reasonings mat and also other variety of primary mental skills. المهم. العالم اللي اكتشف هذا الشيء أو اللي يسوه هذي الكوتنس هو باينت اسمه. الاي كيو اللي هي intelligence كوتنس الساوي لي المنتل ايج على الكرونولوجيك ايج. الكرونولوجيك ايج هو عمره للطفل. المنتل ايج قلنا انه شون نحدده احدده من خلال التاسك اللي قلناها هم احد يعني نطيق اختبارات معينة وأطلع من عندها المنتل ايج وأقسمه على الكرونولوجيك ايج والنتيجة أضربها في مية. فإذا كان عندي المنتل ايج نفس الكرونولوجيك ايج فبالتالي راح الاي كيو كل مات مية. زي. منطينا هنا اكزامبلز إذا كان العمره طفله ثمان سنوات يعني الكرونولوجيك ايج الى ثمانية. والمنتل ايج اللي هي هاي التاسك اللي طوهيه وحسبه من خلالها المنتل ايج راح تكون ستة. هنقسم ستة على ثمانية. والنتيجة اضربها في مية يطلع خمسة وسبعين. زي. إذا كان عمره اربعة سنوات والمنتل ايج هو ستة فاقسم ستة على اربعة والنتيجة اضربها في مية. يطلع لمية وخمسة. اكو هنا اخرى يعني سكيلز فور انتليجنز هذه تحفظوها اللي هي يعني مختصرات قدنا وشسلر انتليجنز سكيلز فور شولدرن هذا السكيلز يكون هو تست طبعا فور شولدرن اللي عمره من ستة الى ستة سنة وينبين منث. يعني من يبدي هذا السكيلز من عمر ستة سنوات هذا التست. من ستة سنوات الى ستة سنة ودع شهر يعني اللي اقل من سبعة سنة. ماشي؟ من ستة سنوات الى اقل من سبعة سنة. ويستخدمون 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 هذا التست حتى يستخدموا بعض الفيزيشينز يستخدموا يعني من خلاله يتعاملون به ويالاطفال اللي يكونون هايبر اكتف. زين؟ ويستخدمون مختصرات ثانية عن الى ايضا عندي الوجس والدع الشيخ ويستخدمون وعدنا الوجسلر ادلت انتليجنز سكيل فالدعنا بالنسبة الوجسلر ثلاث انواع واحد قلنا اللي اعمارهم من ستة الى ستة سنة ودعش شهر والثاني للبريسكوب والثالث للادلت إذن واحد للبري واحد من ستة للأقل من 17 واحد للأدلت حتى يعني يقبالكم ثلاثة نجي نشرح على هما سنيناتهم سنيناتهم هما خوف أوكي الفير باستخدام 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 الفير إذن هو عبارة عن عاطفة ويستمد من ركوغنى أكو سبب للموضو الفير باستخدام من ننساها ثم أكو فرد سورس تتعامل هذه الفير تتعامل 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 من الموضوع و تتعامل 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 باستخدام باستخدام هو أي خوف نشعر به نحن نخاف من فالشيء معين إذا كان هذا الابريهنشن نحس به إذا كان باستخدام فإذا نحن نصح لفير وهذا الفير تتعامل حتى يحمينا حمينا from harm بس أنا أقدر أخليه ضمن يعني safety value من أنطيفة the proper direction and control أقدر أوجيها وأقدر أسيطر عليها في يكون ضمن safety value سبجيكت is able to pinpoint يعني هنا يحشينا أنه من شنو مثلا الهيستري عنده من شنو يخاف مثلا من نيدل أو يعني أي كوز أنه يسبب له من عنده بعد هيستري زين فبالتالي هذا this will reflect ورح يطيني على child ورح يطيني series of psychological responses to prepare a subject for رح يبدى fight رح يبدى يقاومنا زين and maybe flight responses وبالتالي يجوز حتى أنه يقوم وهي صار هوا يعني يخافون نخوف مالتهم وعندها زين فما يريد تكرر عنده نفس الشي يريد protect himself from heart فيروح يقوم ينهزم يعني فإذلك نحن نقول communication is so important نحن 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 يعني يعني one of the primary emotions acquired soon after birth هذه هذه الابريهيشن يجي بعد يعني مكتسب من الولادة يعني من الولادة ما إلا فد فتصورس ثم تزا برسوناليتي تريد تزا بريهيشن حتفقنا عن هشي ثم تنش or uneasiness stems from anticipation of danger هو متوقع الخطر بس هو مماربي the source of which is largely unknown or unrecognized ما كو فد clear divisions ما كو فد شي انه اني اقدر افرق ما بين الفير و الانجاية ليش وراعطينا نفس نفس راح يطيني نفس النكاتف بهيفيار ثنيناتهم بس انه هم ثنيناتهم ممكن يزايدولي البين الألب هو احتمال انه اساسا ما كو بين بس من الخوف اللي عندهم راح يبدي يحس بالبين و provoking can be perceived as painful يعني يمكن ان يبدي يحس شعور البين اللي هو اساسا هو مو بين نحتي اسا عن الفوبيا اللي هي ال pathological fear اذا من هو ال pathological fear عندنا هي الفوبيا الفير والانجاية الفير it is based on history and anxiety for unknown الفوبيا it is the pathological fear fear then it is it is excessive un reasonable fear okay of a specific object activity or situation attached to a certain stimulus it is it is deep seated and it is provoked by any stimulus which the original episode يعني من هاي الإبسود نفسها بكل مرة and intelligence and intelligence with temperament shyness negative mood يعني طفل مدلل خجول يعني under negative mood غالبا ما يكونون most of the times the parents install the fears of dentistry and their هم اللي يزرعون هذا الخوف زين باطفالهم كنوع من أنواع punishments يريدي عاقبة طبعا هذا الشي غلط فيبدي شون عاقبة إذا يعني تبقى شكل يعني اوديك للطبيب الأسنان او مثلا اضربك أبرة زين الفير should be channels in the correct direction اني اقدر اوجه الخوف بطريقة صحيحة انه بحيث يعني استفاد من عنده انه من فعلا ممكن انه يتعرض الى harm يؤثر على child existence or well being مو انه اني على اخليه يخاف من كل شي لا وانما حدده بأشياء اللي فعلا تكون خطر على حياته وبنفس الوقت اعلمه انه dental office is not a place to fear فهذا يعتمد على parents ما يستخدمون dentistry as يعني for punishments زين on the other hand ممكن اني استفاد من اذا صارت العلاقة يعني communications ويا child كانت بطريقة يعني يكون attached to the dentist تتعلق بالdentist زين انا اقدر حتى يستفادوا من هالنقطة بحيث يقول لي مثلا اذا لم تعملت بطريقة زينة او اوديك لهذا الطبيب بعد او اوديك على غيره يبدى يهدده بحيث انه شنو بالتالي حتى يحصل موتيفيتنج the child for dental treatment the child's fears change with age فهذه هنا ايضا رح يبدي يوصف ان الفير حسب the age group مثلا بعمر السنتين اللي هو بعمر اللي يكون pre cooperative stage زين ف بهالعمر الطفل بعمر السنتين بعده ما متعلم يلعب ويا اطفال الاخرين الفير or anxiety بهذا الage group منين يخاف يخاف انه from falling يخاف انه يعني يوقع sudden movements the bright lights يخاف انه تفصل from parents and fear of strangers يخاف من الاخرين ايضا اي شيء اي شخص غريب دائما بتنطل بال يعني بتنطل الكلينيك من تشتغلون يعني نحاول انه الاشياء اللي يخاف من عندها نتجنبها او انه احاول احط شوية للطفل قبل ما قبل ما ابدي احرك تشير يعني نحاول نتكلم ويا طفل ترى اني راح مثلا اصعد الجهاز راح اننزله راح ارجعك لي ورا راح اشغل the lights اوكي حتى ما يخاف بعمر ثلاث سنوات الكمميكيشن الهنانه راح يكون ايزيار يبدي الطفل الهنان desire to talk يبدي انجوي telling stories ما زال طبعا بهذا العمر انه هو يخاف from strangers هذا العمر يعتبر هو right time to introduce the child to dentistry ليش انه الكمميكيشن يكون ايزيار بحيث notice the appropriate time to begin any preventive procedures وبعمر الاربع سنوات يكونون good listeners يبدي يستمع يريد يريد يسأل ويريد تشرح لك explanations هؤلاء الاطفال يسألون هذا ليش ف راح يبدي normally responsive to verbal directions انت توجه يعني يبدي يسمع verbally بها العمر ايضا يكونون great talkers يبدون يحكون وبس ايضا يكونون ten يعني exaggerates in their conversations يبالهم بالموضوع maybe also defiance مو كلهم طبعا يكونون عدائيين زيادة كيف يستمع الفيار موضوع موضوع الانتلجينز الانتلجينز نحن قلنا واحدة من العوام الملتيفاكتيريالز اللي اثر على الفيار وهو يعني الانتلجينز فالانتلجينز الانتلجينز يكونون حذرين لأذكياء عادة طفل ذكي فيكون حذر and not accept verbal assurance without proof ما يبدى يسمع من عندك بدون ما تقول ليش اوكي لازم بهالعمر تقول ليش تشرح للسبب الفيار من شنو يخاف الطفل بهذا العمر يخاف من يخاف من السقوط من يخاف من ينجرح يخاف من يخاف من مكانات السحب هاي الامور غالبا يخاف من عندها الطفل من العمر الاربع الى ثمان سنوات زين اه بهذا العمر الطفل رح يبدي يتوقع اشياء anticipate situations يعني رح يبدي يكبر فهيبدي هو يتوقع anticipate situations and react with fear رح يبدي يتوقع اشياء ورح يبدي يتعامل اه يعني react reactions with fear during this period الفنتاسي play a rule يعني خيال يكون واسع and gain comforts and courage to meet the real situations فهو بباله خيالات ورح يبدي يتعامل موضوع زين قلنا انه anticipate situations ايضا intelligent children display more fear because of their greater awareness of danger قلنا انه يكونون حذرين فيخافون من الخطر وبنفس الوقت ما يقبلون ما يقبل انه يسمع verbal يعني assurance without proof لازم تشرح له fears of nine years of age بعمر تسع سنوات هنا الطفل نوعا ما رح يكون كبير usually associated with personal failures and social peer situations يعتمد هنا الفيرز مات بعمر تسع سنوات يعني نعتبر نوعا ما كبير بالنسبة لاطفال تسع سنوات فاما مار بتجارب الخوف مات اما نتيجة يعني personal failures مار عندها فد bad experiences بالموضوع او قد يكون سامع من اقرانه from social peer situations child here بهذا العمر can usually resolve fears of dental procedures يقدر انه يتخلص من الفيرز زين if dentist explains and reasons اذا بده يعني يبده يعني يبده بهذا العمر نقدر يتعامنوا نقدر نكسبه اسهل لانه نقدر نشرح له نطيق وكاما وبهذا العمر ايضاً بعمر التسع سنوات يعني أنا أقول لها بس شوية تحمل هس راح أخلص فيكون يعني يعني يكون مطيع يقدر مثل ما نقول أنه الفير عندي الفيرس are of two types نوعان ليه objective fears and subjective fears objectives اللي هو الموضوعي والقطعي والsubjective اللي يكون هذا يعني إلا علاقة بالpersonality الobjective fears these are acquired objectively or those produced by direct physical stimulations of the sense organs يعني من أقول أنه خوف objectively يعني فتجي كل موضوع يعني فعلا أكو خوف من شي محدد مثلا يعني may be produced by direct physical stimulations listens organs اللي هي مناطق الحسية like scene felt المراكز الشام or المس but not of parental origins ما لها علاقة بالأهل which are يعني يكون يعني يكون disagreeables and unpleasant in nature فإذن هنا يكون الفيرس يكون acquired by direct physical stimulation الobjective fears not related to parental origins هاي خلوها ببالكم الobjective ما لها علاقة بالparental origin وإنما هو فعلا يكون خوف أما يكون from previous unpleasant contact with dentistry يعني عند bad history with dentistry الشخص نفسه أو unrelated experiences ما لها علاقة بالدنتistry بس مثلا هو مر بهذا التجربة الشخص like repeated hospitalization leading to fears of uniform يخاف من الملابس اللي يرتديها الدنتال team أو مثلا من smell ما الhospital من drugs or chemical associated with يعني يكون unpleasant source تعتبر بينما الobjective fears these are based on the feelings and attitudes suggested to the child by others بس إحنا كن الobjective هو ما ربي بنفسه وماما أخذها من parents بينما subjective fears fears هذا يكون نتيجة للfeelings والattitude suggested to the child by others without the child personally experiencing them ما مرهو بها بس مكتسبة من others من هذول others قد يكون parents زين أو قد يكون يعني من society من peers أو يعني أقران المهم ما هو اللي مار بها فهذا يعتبر imaginative fears and it is acquired أي also acquired by imitations by observations of others هيا حتى الميز بين آتهم نجي على value of fears درجة الألم fear lowers the thresholds نعرف pain thresholds هي عتبة الألم كل ما يكون pain thresholds عالي كل ما أنه يقل الإحساس بالألم من أكو fear بالموضوع this will lowers the pain thresholds بحيث أنه إذا يعني لو كان يعني أكو ألم بسيط it will be magnified by fear how can we tell someone is anexious شونا يعرف أنه هذا الشخص هو أو شونا أقول أنه أنت anexious حاليا عندي واحد psychological manifestation تبدأ علي أعراض psychologically and somatic sensations أشياء اللي تكون على الوظائف في الجسم مثلا يبدأ شوف يتعرق النفس ما التي ضيق breathlessness anything that affect body functions يعني شبيك أش مبين عليك يعني خايف يعني يعني عرقان زين حتى النبض ما التي زيد النقطة الثانية التي ظهر عليها هي العلاقة بالإدراك مادة he lost his ability to focus that exactly what happened to us during exam بالضبط من أنه واحد وقار وقرش وقاعد بالمتحان وبعد ينخفص ما يعرف يجاوب و زين فهذا صحول شيء إدراكي يفقد الفوكس مادة ثلاثة ال behavioral features like because you are anexious you start not going to the dentist هنا سيبدأ نعكس على behavior المادة أرى أنه لا أذهب بالأسنان مصر أنه لا أذهب أو أنه postpone appointments المادة لا مباشرة يعني يبدأ أجل الموضوع نجي الآن على variables التي تأثر على children dental behaviors عندي major variables وعند minor variables major أولا هي parental anxiety هذه علاقة بال parents التي يعتبرون primary socialization بالنسبة ل child child أول ما ينولد وكذا يكون كل متعلق بال parents وال family هم primary socialization بالنسبة إلى من الذي يبدأ يطلع ويروح لل school الذي ستعتبر secondary socialization بالنسبة إلى يقل التعلق مات بال parents فمن المصدر الأساسي الذي يؤثر عليه منه أكثر واحد يؤثر على الطفل على attitude مات هي المذر فإذا كان parents بالأخص المذر يعني behave negatively with تصوصا إذا كان عندها في الدنتل experiences bad dental experiences فالمهم إذا كان عندها تنقل للطفل فتتطيف negative attitude وبالتالي يعني will behave negatively with us زين فمثل ما ذكرنا أنه أكثر وأحد يؤثر عليه هو المذر إذا كانت عن اكزياس وخصوصا تأثر على الأطفال اللي عمارهم أقل من أربع سنوات ليش لأنه بعدهم مطالعين ولا ملتقين بال society أو بالأطفال الآخرين this might be anticipated because child's parents saying that's beginning in fancy I can have the card now huh نجي عن النقطة الثانية اللي past medical history إذا كان عنده يعني said bad history medical history this will affect أي خلي عنده تشعر بالخوف وبالتالي راح يطيني negative behaviors the emotional quality of past visits rather than the number of visits is significance يعني مو أنه هو نقول مثلا bad history أنه رايح كذا مرة للمستشفى أو طبيب الأسنان لا ممكن الquality مع الفيزت الوحدة لو رايح مرة وحدة ومثلا هو متأذي وصير عنده فد بقت باله صارت عنده negative attitude هذه الوحدة كافية أنه تبقى عنده طول عمره وتأثر العليا وتضطي negative behavior يضطينا إنه negative behavior الوحدة with special health care need may be differed from that of healthy children أما بالنسبة للأطفال اللي يكونون هما special needs يعني medical compromised patients طبعا دولا يكون behavior مات ويختلف عن الأطفال العتياد النقطة الثالثة من major variables اللي هي awareness of dental problem يخافون من dental problem لذلك احنا prefer to see the child for the first time for check-up دائما نحاول نفهم البارنس أنه جيبوا أطفال قبل ما صار مشكلة لأنه مثلا إذا صار مشكلة والطفل تهيئ نفسيا حجو قد دام بالبيت أنه وعرف وفتهم أنه عند مشكلة سواء pain أو حتى لو كان external pain وقالوا شنو هذا السواد ونريد أنه يجب ناخذ للطبيب وكذا فهو رح يجي متهيئ بباله أنه عاني عندي مشكلة فرح يجي خايف فرق أنه ما عند مشكلة ويقول لحنا يعني لازم نزور طبيب الأسنان أشياء وقائية بس رح نفحص ونرجع للبيئ ما عند مشكلة فسيجنف فسيجنيف كيانس of the variables provide dentists with a good reasons for educating the parents about the value of arranging a child first dental visit before there are any dental problem المiner variables واحد أدنا socio economical status بالنسبة لل socio economic status of the family directly affect the child attitudes toward the value of dental health process لأنه those of low socio economic class below average education have tendency to attend dental need when symptoms dictate يعني بس من نحتيها بهذه الطريقة أنه مثلا ما عند إمكانية أنه يودي دائما لل dentists for check-up ولا أنه مثلا يكون يعني high level of education حتى يعرف بها الأمور فبس من الصر عندها مشكلة يودي فذول من يجي عندها مشكلة الطفل ضمن يعني socio economic status هذا الجروب فرح يتعامل الbehavior ما يكون fears ويتطينا negative behavior يكون less cooperative النقطة الثالثة من minor variables هو child gender the response of children dental environment diverse and complex هاي احنا متفقين عليها بس بالنسبة للجندر عادت expectations toward what toward أنه المان يعني boy act as man and does not cry boys to be brave stronger than girls هذا الشيء يعني من ضمن التوقعات وأيضاً نقدر حتى نتعامل بهذه النقطة ويالبوز يعني أنت عيب نشتغل لها ما نقول يعني عيب تبت شيء أنت ولد مدنية سبعة يتحكون عليك كذا من هالباب نقطة الثالثة من الماينر باريابل هو الرنك في تشايلز عادةً يكون الكبير يكون ماخذ كل اهتمام البارنس فيكون مدلل وكذا فهو يكون غالباً الخوف عنده أكثر أكثر من اللي رح يجون بعده الأطفال اللي يجون بعده خصوصاً اللي يكون المدل تشايلز فيكون اوتكوينك يعني الرفليكس ما التوية والبهيفيورز ما التوية لا يختلف يكون باتر دان النقطة الرابعة هو حسب الأيج الأيج عوامل التأثر أيضاً على يعني من يعتبر الماينر باريابلز اللي هو من سنتين إلى أربع سنوات رح يكون خايف من الإماجينيشن من الإماجينيشن من أجلز عادة أربع إلى سس سنوات يخاف من الناس ومدلسكول سس سنوات ومدلسكول لا يبدأ يخاف من الإنجيري من الهارت يبدأ حتى يفكر يعني خوف من الدس لأنه يكبر فأفكار تتغير خامساً اللي هو الـ التأثيرات المعاصرة اللي تشمل اتنينج النيرسري سكول البيئر انتر اكشنز هاي كلها تأثر إذا كان اجتماعيا عندها يعني فد سوشيال ومثلا سامر كامس أو مثلا أتندينك نرسيري سكول هاي المدارس اللي تكون يعني قسم من عندها من المدارس يباتون بها الأطفال أو عندها فد بير انتراكشن كون سوشيال وعلاقات أكثر روية الأطفال فهذه الكمنيكيشن تكنولوجيز والميديا أيضا كلها الهتأثيرات أكثر على الهتأثيرات ستة المودلين أو الإمتائشن يفرق أنه آني من الأطفال مثلا أقدر خصوصا إذا يعني مرايح قبل طبيب أسنان أو كذا this will be effective for patient who have no previous dental visits مثلا أجيب لتويز ونجيب براش وأحاول أنه أعلمه شوانا حيفرج أسنان أو أنا حاشتغل أسنان هذه اللعبة قدامه بحيث أنه أوخر عامل الخوف من عنده عدنا هسته جينيرال كونستريشن أول شيء أصيح له بإسمه ومن أحكي ويا أكون دايركت the conversation toward the child مو يعني عوفه وأحكي ويا parents لا أصيح له بإسمه أتعامل ويا أوجه الconversations إلى وأحاول أن أنزل يعني أوصل للchild levels physically and mentally تعامل ويا حتى الصوت وكذا أحاول أن أتكلم مثلا وأنزل المستوى avoiding the sudden and the quick movement during procedures كأنه هذا الشيء أنه ما أسوي أي حركة بالجهاز بدون ما أقول له communicate with the patients أحاول أنه أحد جوية أعرف اهتماماته حتى أدخله من عندها admire and praise the good behaviors كل ما يطيني good behavior كل ما أقول له عفّيش كد حلو أطيها دي على هذا good behavior avoid fear promoting words شكو الشيء ممكن يخوف أتجنب هاي الكلمات keep self-control all the time أحاول أسيطر على نفسي قدر الإمكان يكون عندي tolerance some factors influencing child behaviors but this is all related to the dentist عوامل يعني تأثر شالبه بس علاقة بالدنتست نفسه اللي هي أول نقطة اللي هي scheduling and appointment length and dental attire النقطة الأولى اللي هي scheduling when to see the patient is so important أكثر الأطفال يكونون شوكت يكونوا مرتاحين و fresh at morning فبها أحاول أنه أنظم الجدول والappointment يكون at morning و أحاول أنه إذا كان عندي مواعيد الأطفال بنفس الـ age group أخليهم سوية حتى يأثر الـ environment يتأثر على الطفل يشوفهم نفس عمره another thing is how much they will wait زين زين اش كد رح ينتظر لأنه الـ waiting too much leading to tiredness and restlessness فإذا النقطة المهمة أنه يعني أخلي الموعد من وقت at morning وأحاول أنه أنطي مواعيد لنفس الـ age group بنفس الوقت يعني متقاربة يعني الوقت وبنفس الوقت ما خليه ينتظره هوايا زين نقطة الثانية اللي هي appointment length the new researchers suggested what new researchers يقولون أنه حاول treat each quadrant in each appointment كل appointment أنت عالج لquadrants to create less number of appointments مثلا عند الـ D والـ E بالlower right side زين أحاول أجمع هي يعني بيوم واحد نشتغل هي سوية كل ما يكون كل ما يكون الموعد أكثر من 30 إلى 45 دقيقة رح يكون يحيفقد تركيزه الطفل فحسب الـ researchers أنه length of appointment does not affect behavior negatively another stated it affect they behave positively نحاول نشتغل نفس الـ quadrants سوية حتى يكون أدي less appointment للطفل وبنفس وبنفس الوقت أخلي ببالي أنه إجد يقول يعني new research إجد تقول هذه تقول new research أنه length of appointment من ده يزيد بالعكس ده أثار لي على الطفل positively ده يتعب وفعلا أنا ملاحظة هذا الشي بداية هيكون قوي ويصرخ ويقاوم وبعدين من أثناء أنا وصلت لده أخلي مثلا البلبوتك والجي آي سي هو يبدي حتى ينام إحنا خالي موث وكذا فيبدي الطفل يتعب بعد ما بحال يقاوم دنتل أتاير اللي هو هذا إن شاء الله آخر سلايد قسم لأطفال إذ وجون من اللابكوت الأبيض ومن الماسك فأكو يعني صان فيدياتر دنتست تن تور كالر فور يعني بدأوا يبدلون مثلا يلبسون أشياء ملونة ملابس ملونة قسم الآخر من وهذه طبعا يعني قسم منهم يقول أنه هذا اللبس يكون ليس بروفشينال وأن ذات يعني برسنال شويس يعني هذا برسنال قسم تزمين باللابكوت الأبيض وقسم ثاني ممكن يبدلون شكرا وشكرا موسيقى موسيقى خفص مواضح لأن شوية فلو موسيقى موسيقى